مشاريع استثمارية عديدة تعمل عليها الشركات اليابانية على اختلافها وتسعى إلى تطوير التعاون مع العراق لما يشكل من أرضية خصبة للاستثمار هذا ما تحدث به السفير الياباني لدى العراق خلال حضور افتتاح منقر خدمات لشركة تويوتا بحضور اقتصاديين وأعضاء من مجلس محافظة بغداد أنا سأبذر قسارة جهدي لتقوية تعزيز حضور الشركات اليابانية في هذا البلد في ظل المنافسة المحتدمة بين الشركات السيارات الأجنبية في العراق أكد وكيل شركة تويوتا وجود عدد من مكاتب الشركة في محافظات البصرة وأربيل والسليمانية والتي تعمل على تقديم خدماتها بالإضافة إلى منح وكالات جديدة في محافظات الوسط والجنوب لتقديم خدمات ما بعد البيع لسيارات تويوتا والتوصيل كل ما هو جديد من عالم تويوتا وعالم التكنولوجيا السيارات لوصولها إلى العراق مركزنا مجهز بأفضل الأجهزة من شركة تويوتا وهناك كادر مدرب تدريب عالي جودة من قبل شركة تويوتا تسيانة السيارات وفيما وصف خبراء اقتصاديون دخول الشركات اليابانية إلى العراق وفي مختلف الاختصاصات بالخطوة المهمة لعادة ثقة المجتمع الدولي للاستثمار في العراق أشار عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص العراقي في تحريك عجلة الاقتصاد قراج للصيانة بموجب مواصفات حديثة نمط إشارات هذه إلى الاستثمار العالمي للدخول إلى العراق واليابانيون ليسوا من السهلين في دخول الاستثمار مهم جدا أن نرى القطاع الخاص يدخل بهذه الإمكانية وبهذه الطريقة الجميلة بشركات عملاقة لها السمعة والتاريخ ولها الحاضر والمستقبل اليوم بالعراق القطاع الخاص يسبق العمل الحكومي اقتصاديون آخرون أشاروا إلى أن انفتاح الشركات العالمية على السوق العراقية خطوة باتجاه خلق حراك اقتصادي يعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع موفق مجيد الحرة بغداد